أطلق نشطاء مغاربة حملة تدعو إلى التصدي لمروجي مخدر البوفا الذي انتشر كثيرا في الأوينة الأخيرة بين الشباب والمراهقين البوفا عبارة عن بقايا مخدر الكوكايين يتم تعطيه إما عن طريق الاستنشاق أو التدخين ويبلغ سعر الجرام الواحد منه نحو 5 دولارات للبوفا أثار وخيمة على صحة المدمنين الجسدية والنفسية وهو ما دفع بكثير من الناشطين إلى إطلاق حملة تحت شعار كلنا من أجل محاربة البوفا وذلك من أجل التوعية بمخاطره الكثيرة من بين ردود الفعل الكثيرة الواردة في هذا الموضوع وعليه غرد عبدالله دليمي قائلا إنه آن الأوان لأن تتحمل الدولة مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية ومعها مؤسسات المجتمع المدني لاشتثاث كافة أنواع السموم وذلك بتغيير فصول القانون الجنائي المتعلقة بحيازة المخدرات ورفعها إلى مستوى القتل العبد أما كرم فيضيف أن المخدرات إبادة جماعية للشباب وللمستقبل هاشتاغ كلنا من أجل محاربة البوفا بعض المغردين ربط من جانبه بين انتشار المخدرات والبطالة هاجر تعتقد أن البطالة كافية لتدمير الشباب فلا تساهم في قتلهم تقول إن أردتم فعلتم وإلا فأنتم تجهلتم الأمر وجعلتم من السم لقمة عيش شبابنا إلى تغريدة أخرى جاءت فيها المطالبة بإعادة أحكام الأعدام بحق من يتاجر ويبيع المخدرات الصلبة في المغرب وسم البوفا حقق تفاعلا على مدار الأسبوع الماضي وصل إلى مليونين وثلاثمائة ألف التعليقات عليه وصلت إلى مائتين وتسعين ألف تعليق والمشاركات وصلت إلى أربعة وأربعين ألفا أما ثروة التفاعل مع هذا الهاشتاغ فسجلت يوم أمس من خلال ستمائة ألف بين مشاركة وتعليق